السلام عليكم طلاب وطلبات الصف الثاني الثانوي هنكمل مع بعض كتاب النشاط نحاول نجفله اليوم إن شاء الله في الفيديو ده بداية من بيتج فورتي وون صفحة واحد واربعين عندنا هو تدريب واحد عبارة عن جدول في صفحة واحد واربعين هذا هو عبارة عن أحمد وحميد وديف الأسئلة هي هي بس لو طلاحظت السؤال الأول على اليسار هنا أجيب لك هي هي ما فرقت ترى نفس الكلام بالضبط اكتب فيه الجدول زي ما أنت شايف هذا قدامك الجدول صفحة واحد واربعين نجع لصفحة اثنين واربعين الجدول ما تسوي فيه شيء ينزل تحت فيه سطور فاضي يكتب فيها الموضوع المكتوب ده نجع لصفحة تلاتة واربعين فيه جدول أسماء وأفعال وأماكن وزمن هو طبعا هو كتب لك هنا مكان في الجدول كتب لك عادي نفسها تكتب تحت اللي هي يعني هذي هذي كده طلع عمرك هي مكتوبة في الجدول هي هي بالضبط نفسها ما فيها فرق واحد الأفعال نيجع على صفحة اربعة واربعين عبارة عن موضوع تعبير لو انطلب منكم عرفوني في الكممنتات ونزبطوا لكم إن شاء الله صفحة خمسة واربعين ركزوا معي شوية عشان فيها أغلاط شوية في الكتاب الجديد غير الكتاب الجديم نمبر وان عندك واحد اتنين ثلاثة أربع فراغات هنا مكتوب ستة ركز معي أول فراغ هتكتب فيه ذا ركز أول فراغ ذا تاني فراغ ما تسوي فيه شيء شرطة سيبه فاضي يبقى اخر واحد غير اللي عندك ده تماما مختلف هذا كده مختلف تماما يبقى خلاص أول واحدة ذا ذا مون ذا ستارز كل يده في نمبر ون ذا سن يبقى هنا ذا وبعد كده ستارز ما في عفوا ستارز بدون شيء سيبها فاضي وبعد كده ذا سن وبعد كده نايت بدون شيء نمبر تو ذا ترافل براغرام فيتشرد ذا وذا يبقى نمبر تو ذا ذا بعد كده شرطة ما في أفريكا وبعد كده ذا نايل وبعدين ذا لونجست وأخيرا ذا وولد يعني مختلفة برضو سمعتاني نمبر تو ذا 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 ترافل ذا ارياز ما في أفريكا ما يتحطي قبلها شيء ذا نايل النيل ذا لونجست الأطول ذا وولد نمبر ثري مزبوطة نمبر فور ذا ايها مزبوطة ما في شيء soft first the holly quran نمبر فايف ا fucked we get exercise نحن في صفحة 45 الان exercise 現在 احنا لسه في صفحة 45 اكسر سائز ان حط في الفراغات اي او ان او ذا نفس الترتيب مصبوط ما في اي اختلاف راجعتها انا قبل ما انشرها راجعتها الكتاب في يدي طرح صفحة 46 عشان بعض الناس تقول لا منهج جديم انت تقول كلام غلط يا اخوان المنهج اللي تغير فيه الصور فقط لا غير وقطع واحدة او قطعتين في الكتب كلها اللي متغير انا طرح وانا بشرح في يدي الكتاب الجديد اللي هتخافوا يعني لا تحسب ان نماز الكتاب جديد بشرح منه لا فلا تجلقوا يعني صفحة 46 عندك 7 فراغات فوق هذي هي اللي هتحط العاكل وغير العاكل او هو ذات وعندك عندك 8 جمل ادي 1 اتنين اكتب في الفراغات هذي وتعمل صحة عند وهذه بقيتها 3 4 5 6 7 8 صفحة 47 هذي بداية يونت فايف عندك اول شيء 6 اختيارات او 6 مزاوجة هذول عندك 8 فراغات 8 كلمات اكتبها ندخل على صفحة 48 عندك 8 جمل هذي هي اللي هي طول مصدر جمل جمل اللي هي اشتراط فيها تسع جمل هذو الاول اتنين صفحة 48 كمل واجف الشاشة واكتب على مهلك نيجي لصفحة 49 اكسرسايز عندك 8 تصليحات هتحط ذات فين هتحط ذات وفيه اخطاء محطوطة خلي انت هذي تجراها تنشيكها كلمة كلمة وتشوف الخطأ فين وتعدل هتلاقي كلمة بس في كل جملة كلمة ناقصة وكلمة زايدة او حرف زايد هي هنا مكتوبة كده صح قدامك اكسرسايز في 8 جمل تكتب صفحة 50 عندك عندك تمانية تسعة عشرة عشر سطور هذي هي واحد اتنين وهذه هي ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هذة صفحة خمسين دول الاتنين اللي فوقهم وهدول تكملة تحت فيه فراغات سبع جمل هذي هي سبع كلمات سبع فراغات صفحة واحد وخمسين صح وخطأ على القطعة كمل ست جمل صفحة اتنين وخمسين في عندك عشر جمل كل جملة فيها سطرين السطر عندك بالاحمر او البنك وبعد كده ازرق كل جملة سطرين تقول اسم الوظيفة واش بيسوي صفحة ثلاثة وخمسين حط اكتب في الجدول اللي هي المعلومات اللي بتكتب في وتكتب الحاجات دي كلها في الجدول اللي موجود عندك تبقى كلها جنب بعض وتحت بعض عادي تحت كده فيه ثلاث جمل هذه هي خلصت ثلاثة وخمسين بدخل على اربعة وخمسين فيها موضوع كتابك العادة لو جالك واجب علموني وانا بكتبه لكم ان شاء الله بقول لكم كيف انكتب وعلمكم الطريقة وبديكم مثال عليه صفحة خمسة وخمسين اول اكسرسيز فيه ست جمل اللي هي التاك كوستشن ركز عشان فيها اخطاء اركز معايا اول واحدة صحيحة تمام التانية صح التالتة عندك في الكتاب عشان نسخة الجديدة الجديدة هذه نسخة جديمة اللي معانا هنا على الجهاز فهنا هتوب 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 صلحها شيل النط هدي هتوب 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 رقم اربعة هتوب 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 رقم اربعة مزبوطة خمسة صح ستة صح عرفت الخطأ فين هدي بس جملة واحدة فيها تغيير كتاب فيها لا تخاف ما بقول لكم معلومات غلق لا تقلب طيب في خمس جمل هذي قدامك لالطلبات بأدب طلب كود اي هف كان اي تيك اكسكيوز مي كان يو تيل مي ودي بيش بعد اين جي تيل ودي بي ابل تولين او عندك ثمن اختيارات هذي ثلاثة الاولى اول ثلاثة اختيارات من اربعة لتمانية هذي هي صفحة ستة وخمسين في عندك ثمن جمل تحط هف تو او مست يعني بالإثبات اقولنا غير مضطر الى مضطر الى عندك عشر فراغات موجودة اي اجابتها صفحة سبعة وخمسين يونت سيكس اخر واحدة جونج جرين عندك اول اكسرسيز عشر فراغات يلا الكلمات تاب وورر كران كاب بست سايد المبيدات ثيرمستات حساس الحرارة يحافظ على بلاستي كونسومشن اكسرسيز بي خمس جمل صفحة ثمانية وخمسين عندك موضوع مكتوب بس اعمل دايرة نويرة كلا على الان جيرند يعني هادي وان تو ثري فور ارضي اربعة جيرند ستة سبعة تمانية تسعة تسعة جيرند الموجودين في القطعة بعد كلا الجدول عب الجدول اللي تحت كده بتنفس الطريقة العفعال اللي يجي بعدها جيرند اي نجي او طول المصدر او المصدر من غير طول صفحة تسعة وخمسين عندك تمن فراغات حط طول المصدر او الان جي او الجيرند صفحة صفحة تسعة وخمسين نفس الاكسرسايز اف تكتب الجمل هادي نمبر وان فيها جملة واحدة محلولة ادي بي وسي نمبر اي وبي وهادي سي نمبر ثري اي وبي وسي يلا صفحة ستين عندك خمس جمل تنكتب هادي هي خلاص عندك ست فراغات هادي موجودة هاسل piece of cake chalk لام blame I guess no brainer هادي مصطلحات كلها في المحادثات صفحة واحد وستين اكسرسايز اي تحت اختيارية كنا تحت خالص تحت القطعة صفحة هادي ستين واحد ستين صفحة اتنين وستين عندك خمس جمل هادي طبعا صعب تكتب كل ده في السطر واحد فاكتب سطر كفاية وخلاص وهادي اكتب سطر كفاية وثري هادي قليلة اكتب سطر فايف برضو سطر كفاية تحت فيه اربع سطور اكتب اربع سطور كفاية عبي عبي اربع سطور بس عن الموضوع وخلاص ما يحتاج كل ده ها كثير مرة صفحة تلاتة وستين عندك جدول عبي الجدول things and places اللي هي ناونز هي نفسها كتبها في الجدول ناونز الكتاب الجديد هنا مكتوبة عندك قدامك في الفيديو things and places يعني things and people الناس والاشياء اللي هي اسماء الناس والاشياء الافعال كتبها تحتها كل ده في الجدول adjectives الصفات وعندك وان و تو ثري تحتها تحت الجدول على طول مباشرة صفحة اربعة وستين هتحصلها موضوع تعبير قلولي عليه لو انطلب منكم صفحة خمسة وستين عندك اول تدريب لو ان عشر كلمات هذه هي صفحة خمسة وستين اول عشر فراغات هذي اجابتهم على حسب الجملة كل ده تشرح يا شباب طبعا انا ما بشرح يعني ان ما شرحته باستفادة في الفيديوهات حجة كتاب الطالب الناس اللي ما هي مشتركة في القناة حضرتك ارجع اشترك في القناة او ادخل على قوائم التشغيل حج ميجا جول ثري هتحصل يعني ميجاوب كتاب الطالب او شرحه من اول صفحة الاخر صفحة بالترتيب ويتخللهم في الوسط كده كتب النشاط والقواعد بس هتلاقي بالترتيب ماشية من اول فيديو الاخر فيديو هذي صفحة ستة وستين عندك تمن فراغات هذي هي كيو لسه في صفحة ستة وستين تمن فراغات ثانية تمن جمل مطلوب كتابتهم يا مسهل بعد كده المراجعة الاخيرة صفحة سبعة وستين هذي هذي اللي هو من اليسار لليمين اتنين حصل تلاتة اربعة عفوا كل ده من اليسار لليمين اللي هو الافقي وليس الرأسي وهذا الرأسي او العمودي من فوق لتحت هذي وان وفور وسيكس وإيت وتن كل ده الجمل اللي من فوق لتحت بنفس الارقام طيب صفحة تمانية وستين عندك سبعة حاجات تكتب هذو السبعة قدامك صفحة تمانية وستين بعد كده صفحة تمانية وستين برضو ثمان فراغات واخيرا صفحة ثمانية وستين سكستي ايت فيه تمان فراغات تانين وتكتب الجمل خلاص كلا نقل صفحة تسعة وستين هيا عندك تكتب 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 it is important it is necessary I want you to something no subjunctive نفس الصفحة exercise if correct the error تصلح الأخطاء هذو الجمل الآن قدامك متصلحة شوف ايش الغلط اللي عندك وحط تحته I want you ذات يعني هتوب I want you تكتب ذات تحط بس كلمة ذات تشيلها I want you to become a lawyer خلاص التانية he ordered it for me he ordered me it تصلحها he ordered me it يعني تسويها كده he ordered شيء وتقول me و it تيجي في الأخير هنا كده تكتبها وهنا I want you to become كده يبقى خلاص تمام تصلحها كده بالمنظر ده he ordered it for me هي مكتوبة في الكتاب غضاء he ordered me it تكتبها زي ما هي كدامك هذا والتصحيح صفحة 70 exercise g تحت فيه ثلاث سطور هاهم هادي حلهم وتحت خلص فيه مزاوجة هادي حلها من واحد لستة واحد وسبعين عندك الجدول وبعد كده ثلاث جمل تحت الجدول صفحة 72 لك العادة لو انطلب منكم عرفوني صفحة 72 كاي وبكرة الحمد لله تم بعمل الحمد لله وتوفيقه انهاء كتاب النشاط وان شاء الله باجلنا حاجة بسيطة جدا في كتاب الطالب ويكون خلص معنا وبإذن الله أوعدكم ان شاء الله بعد ما خلص كتاب الطالب هبدأ فيه التدريبات اللي هي المراجعات على كل وحدة هسوي اسئلة اختيارية على الكواعد والكلمات وصح وخطأ وقطع وكل شيء وان شاء الله اسئلة مفيدة ما هيخلو منها اي اختبار بإذن الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته